بسم الله الرحمن الرحيم صارت في هذا الفيديو أنه الخامس والأخير من الـ Performance Testing ألا وهو Volume Testing كما ذكرت قبل كده أن الـ Performance Testing يتكون من 5 بارتس أو 5 تستين Load Testing Stress Testing Endurance Testing Scalability Testing الجزء الأخير الذي أشرحه في المحاضرات هو Volume Testing تعرف Volume Testing is a type of software testing Perform to evaluate the behavior of the system under large data volumes بنعرض السيستم إلى كمية ضخمة جدا من اللي هي data أو الفايلز وبنشوف الـ Performance بتاعت السيستم ده ينفذ before deployment to confirm that to confirm that the application neither times out أن السيستم بتاعك لما يتعرض لكمية ضخمة من البيانات لا بيضي time out ولا بيحصل له crashing كيف يتم تنفيذ Volume Testing إن إحنا بنعاد Data Gradually until the database reaches its highest threshold في خلال المراحل دي كلها بنعمل التستنج بتاع Volume لغاية ما نصل إلى أقصى حاجة فيه وهنا بنبتدي نعمل Analysis بأدية large database بتاعتنا في مثال لو أتلي Volume Testing اللي أنت لو عايز تستيقاد عدد ضخم جداً من البرودكت إلى e-commerce site قد يحدث في هذه الحالة crashing للسيستم فإنها adding large number of new types of mobiles for example فيه category عندنا هنا في e-commerce site اسمها mobile فأنت بتضيف عدد جديدة ظهرت عدد جديدة من الموبiles for example أو كده مقار مراسيطة بين Volume Testing و Load Testing Volume Testing زي ما أنا بقلت إن إحنا بنشكل performance بتاعت السيستم under large amount of data is added to the database لكن Load هنا في data في Volume Load Testing to analyze لكي نحل السيستم performance أو نقيس هي هي when multiple users use the applications simultaneously فهنا فيه users بيستخدمهم اللي هو السيستم في نفس الوقت عدد ضخم بنعمل التشكل وهنا أما هنا فبنشوف في Volume Testing بنشوف اللي هو ماذا يحدث الperformance بتاعت السيستم لما بتضيف كمية ضخمة من البيانات لسه في المقارنة Volume Testing test the system under normal and abnormal conditions زي ما أنا قلت إن إحنا بنزود الdatabase أو الملفات بتاعتنا gradially وفي Load Testing فارق بقى إن إحنا بنشكل performance بتاعت السيستم in normal condition مفيش abnormal الأبنورمل دي بتبقى في Stress Testing مقارنة بين Volume Testing و Stress Testing زي ما إحنا قلنا Volume Testing checks to check the system performance under a large amount of data volume لكن إحنا checks the stability و Irreliability بتاعت السيستم بتاعنا with abnormal abnormal member of users using the system simultaneously يعني أقصى عدد أبنورمال مش المسموح به وفي نفس الوقت عشان نقيس إيه اللي هو الاستابيليتي وirliability بتاعت السيستم بتاعنا في فيوليوم تيستنج احنا بنقيس الريسبونس طايم يعني انت بتعمل لوت لباتة بيز ضخمة أو فايل ضخمة وبنقيس الريسبونس طايم أما في الاستريس تيستنج فاحنا بنختبر الرباصنس المتانة أو القوة بتاعت اللي هي السيستم بتاعنا أو الابلكيشن يعني سيستم أو ابلكيشن ما هو الغرض أو الأغراض الخاصة بالفوليوم؟ يتم إجراء Volume Testing اللي هو اختبار الحجم أو كده وفي بعض حلات بيسموه Flood Testing Predicting how much data the system كان بروسس وزود فيه دي أول حاجة ودية نقطة مهمة جدا يعني Detecting problems that a company the increase of the data load كل ما تزود ال data load فبيحصل عندنا ال response time بتاعنا بيقل أو قد يحدث crash للسيستم أو تعرضه السيستم لبعض أنواع اللي هي السكوريتي تهديدات السيكوريتي بنتأكد that there is no data loss due to the increase in the size of the system database كل ما بتزود مجموعة جديدة من ال database tables أو أي بيانات أو files وكده فبتتأكد من أن لم يحدث أثناء الإضافة ديه أن في حصل فقد في البيانات ensuring that adding data neither overrides يعني ال data اللي انت بتضفها ديه ما فيه data eradicate موجودة ما بتكتبش عليها أو ما بيحصل لهاش ايه deleting أثناء الإضافة يعني ال data الجديدة ديه لا بتكتب ولا بالdelete تمسح اللي هي ال data اللي موجودة في السيستم قبل الإضافة ensuring that the system response time is satisfactory and not severely affected by the increased size ال response time هنا انت لو عامل query ومستني عايز تقرأ مثلا من table معين أو بيانات معينة فبتنتظر ال response time انه يجي له طب دلوقتي ال data بيسبق ضخمة جدا يعني هل هو نفس ال response time ولا اللي هو كبر ال response time فبالتالي ال user not satisfied مع ال response time reducing the maintenance cost by early identifying reasons for the system downtimes or crashes to the database size انت وانت بتختبر اللي هو بنجر الاختبار بتاع ال volume ده قبل before deployment زي ما اقول وبتزود ال database وبتشوف ال system response time وال down time بتاعه والcrash فلو انت اكتشفت اللي هو ان في مشاكل في ال application أو ال system بتاعك طبيعة الحال انك انت بتحل بتجد لها solution وبالتالي بعد ال system ما بيحصل له deployment فستقل لعمال ال maintenance أو ال crashes اللي هي due to the increase size of the database ادي معنى reducing the maintenance cost في عندنا هنا برضو automation tools مشان انت ممكن تعمل اللي هو volume testing ده ب manual يعني وممكن تعمله automation tools فاحنا بنستخدم ال automation tools دي زي ما انا قلت انك بتصيد ال time وبتحصل على accurate result اذا كنت قرنت ذلك به اللي هي ال manual testing طبعا بالنسبة لل زادة ال database دي بيبقى فيه generators automatic generators بتعملك generation large amount of data أو tables فاحنا عندنا هنا في مجموعة من software tools اللي هي free فلاحظة ان كل حاجة هنا ال database يعني دي ال database fit همر database نوع SQL اللي هي استرقشار query language بتستخدم فيه database في بعض اللي هي التولز اللي هي ال commercial اللي هي بتشترى يعني أو كده اللي هي بردو جي database هي وRuby ودي بتستخدم بRuby بSql يعني زي ما قلت ان التولز دي كلها ببتاع ايه مخصصة لعمل ان تحكم بردو جميع الناس وان تحكم بردو جميع الناس وان تحكم بردو جميع الناس الزماني شكرا شكرا شكرا